طبعاً ما فيه شك الشائعات سلاح قطير لو عايز تهد أي مجتمع ارمي شائع زي القنبلة كده ارمي شائع وامشي ده لو انت بتفكر كده ان انت تحاول يعني تخلي فيه عدم ثقة ما بين الناس وبعضها هي الشائعات الأخبار الكاذبة مليانة غش وتدليس ومعلومات مغلوطة وقصص وحكايات من وحي الخيال أساطير ملهاش أي أساس من الصحة ولا علاقة بالواقع عشان كده بننصح حضراتكم بننصح نفسنا انه لازم نمشي على منهج معين في أي موضوع بنشوف لازم نتحرد دقة بعد أي خبر بنسمع عنه أي معلومة مكتوبة على سوشيال ميديا أو على المواقع أو أي من المنصات على الانترنت زمان كان الموضوع يمكن ندينا محكوم شوية لأنه كنا كتلفزيون كنا احنا المصدر الوحيد للأخبار صحيح فده جماعة بيعدي على مراحل كتير قوي بيعدي على غرفة أخبار ومحررين ورؤسات حرير وإعداد وإلى آخره وبنرجع لأصل المعلومة من مصادرها الرسمية عشان المعلومة تخرج من التلفزيون لحضراتكم معلومة موثقة واضحة لا لابسة فيها لكن دلوقتي أصبحت ملصات والسوشيال ميديا مفتوحة ونهاش حاكم طبعا صحيح علشان كده لازم بنأكد دايما أنه لازم نروح للمصادر الرسمية نتحق منها ونعرف إذا كانت صح ولا غلط هل المصدر الرسمي المتعلق بهذا الخبر هو اللي قيل على لسان المعلومات دي؟ ولا لا هل كمان الجهات الرسمية والحكومية هي اللي قيلة الكلام ده؟ ولا لا لو ملقتش المعيار ده ادخل اكتب بمنتهى الشجاعة أن الخبر ده كاذب واللي كذبه أيضا كاذب للأسف في بعض الناس كمان يدينا بتنساق وراء الشائعات وهي ما عندهاش غرض يعني فيه ناس مغرضة طبعا معروفة لكن فيه ناس يعني بحسن نية كده ممكن تنساق الغريبا نحن طبعا نحن الوقت ننصحكوا طبعا أنه لما يكون في أي خبر بنتحقق من مصادر الرسمية لهذا الخبر لكن لو حصل وفيه ناس نساقط وراء خبر مثلا وعملت شير لخبر أو دخلت فيه جدال على خبر لما تتضح الحقيقة لازم نمسح الخبر بالضبط منطقيا خلي عندك الشجاعة وأعمل كده نمسح الخبر ونكتب اعتذار لأن احنا يعني ساهمنا في أننا نروج لحاجة زي دي لأنه في بعض الناس كمان هو بينشر الشائعة بيبقى ذاكي شوية ده بالنسبة لناس بقى المغرضة يعني بيبقى ذاكي شوية بيربط جزء من الواقع ومن الحقيقة بالجزء اللي هو البهارات بتاعته فبالتالي خليك تصدق ده هيكبرك على أنك تصدق اللي هو بيقوله هيقنعك بكلامه ليه لأنه هو عنده جزء من الحقيقة لكن بقى الكلام كله غلط صح وده بيقوم بيه على فكرة بيحاول دايما أن يقوم بيه مجهود كبير مركز دعم واتخذ القرار في التجذيب للشائعات اللي ممكن بتنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وده ليهم دور واضح في اللي احنا بنشوفه لكن برضو خلي لبالكو أنه لازم ناخد من المصادر وتستعينوا بيها أثناء تصفحكم أو قراتكم للأخبار طبعا يعني بنأكد مرة تانية أن احنا نرجع للمصادر الرسمية ما ننصقش وراء اللي بيتقال على السوشيال ميديا وصفحات مكبردة مثلا لحد ينزل الخبر نجري كلنا وراءه ونعمله شير ونبدأ من غير ما نتحقق منه أن احنا ننشره كمان ما بيننا وما بين بعض ربنا يحفظ بلدنا وربنا يحفظ مصر من أي شر وبنصبح لحضراتكم وصباح الخير يا مصر